يقول السائل هل يعتبر تفسير الكشاف وتفسير الظلال من الكتب المعتمدة في التفسير الكشاف للزمقشري فيه الاعتزال مملوء من الاعتزال ولكن فيه هوايد لطالب العلم فطالب العلم المتمكن الذي يعرف مذهب المعتزلة عنده تمكن لا بس انه يستفيد لانه من ناحية اللغة والبلاغة هو جيد لكن من ناحية العقيدة هو معتزلي ومعتزلي متحمس ايضا معتزلي متحمس ما هو بعادي فربما انه يضر طالب العلم المبتدي فربما يقنع بكلامه فلا يطلع عليه الا من هو متمكن من العقيدة ومعرفة مذهب السلم نعم